اه النتيجة اديتك بساحة انك قطعت اكتر من نص المشوار حتى النهاردة باستقالة الكابتن نبيل معلول المدير الفني للتراجي يمكن نزل بيان رسمي على صفحته الشخصية عبر الفيسبوك واعلى انه هو خلاص بيعتذر عن استكمال المهمة بعد الخسارة اللي وصفها طبعا ووصفها اكتر من مسؤول في التراجي انها كانت كبيرة جدا على فريق باسم التراجي في تونس كابتن نبيل كتب على صفحته وهو قدامكم على الشاشة البوست اللي نزل على الصفحة الرسمية قال فيه اتفهم حزن وخيبة التراجيين بعد هذه الخسارة الصعبة واعتذر لكافة الجماهير عن عدم تمكننا من ادخال الفرحة ليلة امسي في قلوب جماهيرنا العريقة بيتكلم بقى عن المهمة اللي اشتغل عليها ما كانتش سهلة الاطار الفن واللعيبة خسروا لعدة اسباب التوقيت اللي تولى فيه المسؤولية ولكن في النهاية الخبر اللي يهمنا من البوست اللي كتب الكابتن نبيل معلول من حوالي نصف ساعة انه اعلن استقالته واعتذاره عن استكمال المهمة وبالتالي اكيد الجهاز الفن اللي هيقود مباراة العودة هنشوف بقى ادارة التراجي هتكمل بالجهاز المعاون ولا ممكن يكون فيه استعانة بأحد ابناء التراجي السابقين بغض النظر عن كل التفاصيل دي الاهلي لسه ما ضمنش بنسبة 100% اتقهوا فان شاء الله بإذن الله لقاء العودة يكون فيه مكسب مهم جدا الاهلي يكسب عشان دي بتبقى رسائل على فكرة للفرق المنافسة انا فاكر يوم مباراة الهلال وساندونز كتير جدا من الزملاء قال وقتها لو الاهلي سعد بعد تعادل الهلال وساندونز او فوس ساندونز الكلام ده تقال قبل المباراة والمباراة كلنا عارفين انتهت واحد وواحد كل وقتها قال لك ايه عش الدبابير هيتفتح على كل الفرق المنافسة اذا بوعس الاهلي من جديد لدور ابطال افريقيا في اكيد الاهلي موجود في الفاينال يكفي ان الناس انطباحها الداخلي عن النادي الاهلي بالصورة دي وبالشكل ده ده مهم جدا نفسيا وانت بتواجه اي فريق منافس على المستوى النفسي والاعداد الزهني لما فرقة بتنزل بتلعب الاهلي حتى لو متصدرة المجموعة بتاعتها حتى لو جايبها عشرين هدف حتى لو ما دخلش في مرموها اي هدف حتى لو كذبنا الست مباراة ولكن مجرد ان هي بس عتلعب الاهلي في الادوار النهاية بتعملك الف حساب ده مهم جدا الاعداد الزهني والنفسي وده اللي تكتب على الاهلي وقت مباراة الهلال السوداني وناس كتيرة جدا زعلت بقى لما اطهر الطاهر ضيع ضربة الجزاء ولكن من وقتها الكل عارف وتكلم على اسم الاهلي لما الاهلي يكون موجود في الادوار النهاية انتظر حجز ما قعد في المباراة النهاية وبإذن الله خلاص احنا على عتاب اسبوع واحد ويكون الاهلي في المباراة النهاية اللي هتتلعب لقاء الزهام ان شاء الله في حال التأهل بإذن الله يوم 4 يونيو في القاهرة لقاء العودة يوم 11 يونيو ياما في المغرب في حال تأهل الوداد او جنوب إفريقيا في حال تأهل سانداونز والنهاردة لقاء الزهام ما بينهم في مركب محمد الخامس انا اتعرف وانتبع بالتأكيد لقاء النهاردة ولقاء السبت المقبل عشان نشوف الفريق المنافس بالنسبة للنادي الاهلي من النهاردة اليوم الجمعة اللي جاية ما فيش مباراة في الدورة طبقا لله حاكلنا عارفين ما بين الزهام والاياف في الادوار النهاية بيتم منح الفريق مساحة وقت للتحضير للمباراة النهائية ولكن تذكروا جيدا واحنا بنتكلم النهاردة بتاريخ 13 مايو ان شاء الله بإذن الله الاهلي في نهائي دورة أبطال إفريقيا وفي حال التواجد في النهائي بنسبة 100% اعتقد بنسبة كبيرة جدا الدورة العام سيمتد حتى النصف الآخر او النصف الثاني من شهر أغسطس فكرة ان الدورة يخلص في 6 في 7 لا يعني اعتقد بعد نتاج الاهلي الافريقية والقرية والدولية الدورة ممكن يترحل أكتر للنصف الثاني من شهر أغسطس لذلك المواقف اللي اتخذتها قطاع الكورة او لجنة التخطيط او مجلس الادارة في الفترة السابقة بالاعتذار عن البطولات سواء البطولة العربية او ربطة الاندية بطولة كأس الربطة الناس هتفهم المغزة ده خلال الفترة الجاية لان الاهلي بعد ما يخلص مشوار افريقيا عنده أحداث مهمة جدا هيلعب دوري عام هيبقى فيه ضغط مطشط وقتها ممكن الدورة يتوقف بسبب البطولة العربية هلا هتتلعب ده من نصف 7 لأول 8 كل الظروف دي أكيد الناس هتفهم بقى مغزة الاهلي من الاعتذار عن كأس الربطة والبطولة العربية أهدفها ايه وأهميتها ايه للموسم اللي جاي واللي الاهلي هيبدأوا نركز في الكلمتين اللي جايين دول الاهلي بإذن الله بعد ما يخلص الموسم الحالي هتكون أول مباريات الاهلي في الموسم الجديد دوري السوبر الافريقي فيه تفاصيل أكتر عن دور السوبر لكن خليونا النهاردة في غمرة الفرحة بمباراة التراجي ومن بقرة هنوعدكم بتفاصيل جديدة عن دور السوبر لأن الاهلي دايما مكانته وأدواته دايما في المسابقات الافريقية الناس بتختاره عشان يكون موجود رقم واحد الاختيارات على فكرة مش من الاتحاد الافريقي ده الاختيارات من الاتحاد الدولي من الشركة الإيطالية اللي بتنظم المسابقة فالقصة بقى ليه علاقة بتفاصيل تسويقية وجماهرية ومستوى فني وفرقة بتشرف بجد فرقة تشرف فرقة تشرف افريقيا فرقة تشرف مصر فرقة تشرف العرب فبإذن الله نخلص المسلم والمسلم الجديد هنكون على أعتاب بداية مسابقة جديدة بشكل جديد بأحداث مهمة هتتم خلال الفترة اللي جاية